اشتركوا في القناة من النواع الفاخرة جدا والميزة فيه انه يجفف بالظل فياخذ وقت فلذلك سعره غالي جدا وجزاه الله خير نرسلي كمية كبيرة منه الله يعطيك العافية ثامر ففرصة ممتازة نسوي فيها النبيذ بطريقة ثامر ثامر يقول الوصفة عنده 300 جرام تقريبا كوبين معيارية من الزبيب يقابلهم لتر ماء مغلي اول توصية من الشيف ثامر يقول لازم يكون العناع اللي بينقع فيها الزبيب معقم ومغسول زين ويفضل يكون ستيل مغسول مرة زين ومعقم او زجاجة الشي الثاني نغسل الزبيب قبل النقل نغسلوه نشيل الشوايب اللي فيه ولا صار فيه غبار يروح كله نصب علينا حين ماء مغلي بعد ما يبرد الماء راح يسكر الغطاء وتركها تقريبا يوم كامل منقوعة بحرارة الغرفة وتقريبا غرفة باردة شوي مهم جدا انكم تحرصون احيانا ممكن يصير فيه خطأ فما يناسب للشرب ممكن يصير فيه تفاعل الميثانون أو كده يسمى فما يناسب للشرب الشي الثاني بعد النقع نصفيه فقط ما نضرب الزبيب بالخلاط لا خلاص يصير مستخلص النبيذ هذا العصير نفس الماء راح ينتفخ طبعا بتشوفونه ان شاء الله بيكون نفس حبات الزبيب منتفخة وراجعة نفس شكلها الأصلي ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر